المتحدة الأمريكية متأرجحة ولكنها ضجرة بالموقف الإثيوبي وإن كانت لا تستطيع أن تعبر عن ذلك صراحة من أجل التوازن في علاقتها بدول المنطقة لكن هي ترى أن إثيوبيا بتضعها على المحك في أزمة إخليمية قد تؤدي إلى النتائج تؤثر على المصالح الأمريكية وقد تؤدي إلى تزايد حدة الإرهاب وقد تؤدي إلى تفشي عمليات العنف في كل دوارد دعنا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والموقف أفضل من دول أخرى كبرة طب دائما إحنا متوقعين إيه؟ دائما في المجلس الأمن هذا مترتب دائما ممكن تتوقع أن الموقف اللي حيياخده الأمريكيان حيبقى غير الموقف اللي حياخده الصيني أو الروسي هل المرة دي ممكن يبقى التخوف من الصيني أو الروسي في المجلس الأمن؟ والد الموقف الصيني أسهم تاريخيا في بناء السد ولا هدور والموقف الروسي لا أستطيع أن أقول الآن صحيح كان فيه تصريحات الوزير السماء شكري بيقابل المندوب الروسي والمندوب الصين هتسمح تصريحات عامة ولا تقدم ولا تؤخر إنما الدعم الحقيقي لمصر لم يأتي من إحدى القوى الكبرى حتى الآن ما فيش حد يقال كده بلانتلي بصراحة ووضوح كده إن نحن ضد الموقف الإثيوبي ومع الموقف المصر كله حتى اللي بيميل إليك في أعماقه بيحاول يوزنها ندعو الأطراف إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية والتوقف مجلس الأمن ده يبقى هاي يبقى نتيجة كويس ما هو ده المشروع التونسي بيكلم عن كده اعتوار أن تونس هي الدولة العربية في مجلس الأمن السفير حسام زاكي بيقول لنا دلوقتي أنه أنا سميته التحرش هو سميها المناوشة السياسية لجامعة الدولة العربية من إثيوبيا قال إنها لم تنجح في إنها تعمل صد أو نوع من الشقاق أو إسفين ما بين التحاد الأفريقي وجامعة الدولة العربية إيه رأي حردك؟ أنا قلت معك وأنت تذكر هذا وأيات تاني من يومها إنه هناك تخوف كبير لمحاولة استثمار دور مصر العربي وموقف الجامعة العربية بإشعار الأفرقة خصوصا جنوب الصحراء بأن ده سراء عربي إفريقي وهذا الأمر ليس كذلك على الإطلاق بس أنا عايز أذكر اللي يقول كده إنه تلتين العالم العربي يعيشوا في أفريقيا تلتين العالم العربي سكانها في أفريقيا فمن الطبيعي أن الإفريقية والعروبة متدخلين الدول العربية ودول أفريقية يعني ما يضعش أقول كده وبالتالي ما يصحش أبدا أننا نتصور أن هناك خلاف دقين